كتلة هوائية دافئة تؤثر على المملكة بدءاً من يوم الجمعة وارتفاعة الدريجة على درجات الحرارة وتقص دافئة في أغلب المناطق وتفاصيل هذه الأحوال الجوية بعد هذا الفاصل النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع CFI المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن الباطون الرغوي للعزد الحراري من إيريام لفارج باطون الأردن تمويلكم مختبرات ميد لابز 57 فرعاً في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري أعزئنا متابعين تقص العرب أصعد الله مساءكم من المتوقع مع يوم الغد الجمعة أن تتأثر المملكة بكتلة هوائية دافئة بما يؤدي الارتفاع على درجات الحرارة لتصبح درجات الحرارة أعلى من معدلاتها وبالنظر إلى تفاصيل خراء الدرجات الحرارة الباردة لدينا مع نهار يوم الغد كما نشاهد تبدأ هذه الكتلة بالاتجاه من الجنوب إلى المملكة لتؤثر على المملكة وتبدأ الارتفاعات التدرجية على درجات الحرارة ويبدأ تأثير الكتلة فعلياً مع يوم الجمعة أما يوم السبت فتتعمق هذه الكتلة وتزداد أو ترتفع درجات الحرارة بشكل أكبر لتصبح أعلى من معدلاتها نسبة لمثل هذا الوقت من العام من 6 إلى 8 درجات مئوية في معظم المناطق وتصل درجات الحرارة التي تكون في منتصف الثلاثينات في البحر الميت والعقضة والأغوار في هذه الليلة الأجواء الصافية في العاصمة عمان تصل درجات الحرارة إلى 11 درجة مئوية وفي ثلاثة أيام القادمة يوم الجمعة 24 نهاراً إلى 15 درجة في ساعات الليل ارتفاعات تدرجية ابتداء من السبت 26 إلى 20 في ساعات الليل ويوم الأحد من 28 إلى 19 درجة مئوية في العاصمة عمان ومن العاصمة عمان إلى باقي مناطق المملكة ونبدأها شمالاً من إربد أجواء مشمسة من 28 إلى 14 في المفرق من 27 إلى 14 جرش 29 إلى 15 عجلون 26 إلى 14 درجة مئوية في ساعات المساء عمان 24 إلى 15 في الزرقاء 28 إلى 17 بلقاء 26 إلى 14 مادبة 26 إلى 13 أجواء حارة نسبياً في البحر الميت من 33 عفوا النهاراً إلى 20 درجة مئوية في ساعات المساء في الكرك 26 إلى 16 طفيلة 25 إلى 16 في معان 27 إلى 16 جبال الشرى 23 إلى 15 أجواء حارة في العقبة 35 إلى 25 درجة مئوية إلى المناطق الشرقية ورويشة 28 إلى 16 الصفاوي 29 إلى 18 إلى 14 وفي الأزرق نهاية 130 درجة إلى 14 درجة مئوية في ساعات المساء نتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة في حال أردتم المزيد من المعلومات يمكنكم زيارة ملقع وتطبيق تقسل عرب تمتم في أمان الله النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن الباطون الرغوي للعزد الحراري من آريم لفارج باطون الأردن تمويلكم مختبرات ميد لابز 57 فرعاً في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري اشتركوا في القناة